عليكم عزيزي الطالب وحلقة جديدة من تدريس اللغة الإنجليزية وبعدنا متواصلة وياك بمراجعة نصف السنة واليوم المعلومات كلش مهمة لحنطك إياها واللي هي أضافات فانتبه لي هنا بالجمع كتبت لك بس الشواد انتبه لي طالب الثالث متوسط وربعا حتى تفيد السادس أعدادي هنا بالجمع كتبت لك الشواد مان صر مين ومان صر ويمين نايف صر نايفز والوايب وايفز والشلد شلدرن بس انتبه لي هنا الأي صر إي الأي صر إي وهنا الأف تتحول إلى V وتخلي إي أس وتشايل تصير شلدرن نطيتك بس الأشياء المهمة والأشياء الوزارية هنا أضافة الآي أنجي ونطيتك بس الأشياء المهمة اللي هي شون الشاذة تعتبرها إذا انتهب إي أنت توخر الإي وتخلي آي أنجي يعني نحذف الإي ونخلي آي أنجي إذا انتهب حرف صحيح قبل حرف علي الضاعف وتخلي آي أنجي مثل رن والسوم إذا انتهب إي تخلي توخر الإي وتخلي آي أنجي هاي أضافة الآي أنجي والكلمات المهمة والوزارية اللي دائما تجي بعد هنا الأفعال المهمة والشاذة واللي أنا بالفيديو السابق شرحتهم وحاطك الأشياء المهمة كلش سيصير سيد بالماضي لوس لوس لفلاي فلو هاذ هاد وبوت تبقى نفسها والقيت تصير قوت بعد هنا الضمائر ونتم تعرفونها موجود باليونت الثالث والضمائر ودعم يجبون عليها نقطة أو نقطتين بالامتحانات فالآي صار مي ومين اليو يو يور الي هيم وهز يعني فاعل وتصف التملك الشي هير هير والإت إت والوي أس وأور والذي ذيم وذي رقوا طبعا الذي والوي والآي دائما يعني أكثر شي قررونهن فانتبهونهم كل جزيين ذني وحفظوهن يعني طبعا جاي بيلك بالامتحان منعتن بنصف السنة وبأخير السنة آخر شي شنو عدنا عدنا التنقيد آخر شي شنو عدنا عدنا التنقيد بس خلي أسوي لك ذن الأمثلة ويعني أشوفك الكلام شنو اللي مبين do you like movies yes I do طبعا أو أكثر شي يعني كل شي بالبداية يصير يصير الكلام ينزل وما دام هو بادفع المساعد إذن هو سؤال فعلامة استفهام والyes والno دائما وراهن فارزة والتكملة والنقطة والآي دائما يكون كابتل بعد هاي صلاح هاف يوميت ريم اند بارتي هاي أول بداية لازم كابتل صلاح لازم الأس تكون الأس تكون كابتل بعد منه ريم لازم تكون اسم تكون كابتل لتر حرف كبير وبناخير نقطة بعد آخر شي is he a pilot no he isn't is bad بفعل مساعد إذن أحط علامة استفهام والno وراها فارزة والhe isn't الisnt هذا يعني اختصار فارزة وبعدها النقطة بالأخير الملاحظات شنو تقلي الملاحظات شنو تقلي تقلي إذا كان سؤال علامة استفهام في البداية دائما نخلي حرف كبير بعد yes no دائما نخلي فارزة في نهاية الجملة دائما نخلي نقطة شو نعرف نهاية الجملة بعد فاعل يعني ما بعد فعل مساعدة وأداة السؤال رئيسية والأسماء دائما حرف كبير شكرا لك عزيز الطالب هاي ملاحظات في يدك اليوم للمتحانات ويجيك سؤال كامل عليها والتنقذ يجيك هم مفرع عليها خمس درجات فبتوفيق لا تنسى تقليل اللايك وتنطق ناتي غطلاب حتى تستفاد شكرا لكم